بسم الله الرحمن الرحيم درس النهاردة ان شاء الله سنة تانية ده درس سهل وبسيط خالص ايه هو اسمه النقود يعني النقود يا ميس يعني الخلوس المصروف اللي بابا او ماما بيدخلنا الصبح طيب تعالوا نشوف مع بعض كلنا عارفين شكل الجنيه الجنيه ده فيه مية قرش وبرضه كلنا عارفين شكل منص جنيه فيه كم قرش فيه خمسين قرش يبقى نصف جنيه بيساوي خمسين قرش وعارفين برضو شكل الربع جنيه الربع جنيه فيه خمسة وعشرين قرش طيب الجنيه فيه كم خمسين قرش فيه خمسين قرش وخمسين قرش يعني فيه اتمين خمسين قرش طيب تعالوا نفك الخمسين قرش هنفكها الكام هنفكها الربعين طيب الجنيه ممكن نفكه خمسين قرش وربعين وممكن نفكه أربعة ربعة يبقى يتفك خمسين قرش وربعين أو يتفك أربعة ربعة تعالوا طيب نشوف مع بعض نجمع جنيه وجنيه هيدوني اثنين جنيه طيب وهنا خمسين قرش وخمسين قرش يدوني كام هيدوني جنيه يبقوا بقوا تلاتة جنيه وخمسين قرش معايا يبقى تلاتة وخمسين قرش يبقى تلاتة جنيه يتقالوا تلتمية والخمسين قرش تتحط جنبها يبقوا تلتمية وخمسين قرش تعالوا نجمع دول مع بعض جنيه زائد جنيه زائد جنيه هيدوني تلاتة جنيه أو تلتمية قرش طيبوا معهم خمسة وعشرين يبقى التلاتة تنزل في خمسة المئات والخمسة وعشرين تتحط جنبها تعالوا نجمع هنا مع بعض خمسة جنيه طيبوا معها كام؟ معها خمسين قرش وخمسين قرش واتفقنا خمسين قرش وخمسين قرش يدوني تمام يدوني جنيه يبقى ما معايا جنيه وخمسة خمسة زائد واحد يديني كام؟ يديني ستة يعني ستمية قرش تعالوا نوصل مع بعض جنيه وخمسين قرش يعني مية زائد خمسين هيديني مية وخمسين المية وخمسين هجمع عليهم خمسة وعشرين هيديني كام؟ هيديني مية خمسة وسبعين إرش طيب تعالوا فنشوف دي واحد اتنين تلاتة يعني تلتمية إرش طيب تلتمية ومعهم كام؟ معاهم خمسين إرش يعني تلتمية وخمسين طيب خمسين وربع وربع يدوني كام؟ من فاكر الجني كان في إيه؟ خمسين إرش وربعين يعني اللي تحت دول يدوني جنيه يبقى جنيه ومعايا تلاتة فوق يدوني كام؟ تلاتة وواحد أربعة يبقى يا ربع جنيه يا ربع ومية إرش يلا مع بعض خمسين إرش وخمسين إرش يدوني إيه؟ يدوني جنيه يبقى معايا كده جنيه طيب ولا ربع تربع كانوا إيه؟ كنت بفوق الجنيه إيه؟ أربع تربع يبقى جنيه فوق وجنيه تحت يبقوا معايا كام اتنين جنيه تعالوا بقى نشوف الفلوس الأكبر شوية العشرين جنيه سنة تانية أقدر أفكها عشرة جنيه وعشرة جنيه والمية جنيه تتفكى خمسين جنيه وخمسين جنيه تعالوا كده نوصل قلنا العشرين أفكها عشرة وعشرة أو أفكها عشرة وخمستين لأن خمسة زائد خمسة يديني كام؟ يبقى معايا عشرة فوقها وعشرة تحت يبقوا بيساوي العشرين والمية اتفقنا نبقى فكها خمسين زائد خمسين طيب إيه هي المتين؟ المتين دي فيها مية زائد مية يعني فيها ورقتين من المية تعالوا نشوف كده مع بعض اللي فوق دي ورقة واحدة مية طيب وإن رقمين اللي تحت دول؟ خمسين وخمسين مش الخمسين والخمسين يبدوني مية جنيه؟ يبقى معايا مية تحت ومية فوق يبقوا ميتين جنيه إلى عشرين جنيه؟ قلنا عشرة زائد عشر طيب بصوا على الخمسين جنيه هعرف الخمسين جنيه إزاي؟ تعالوا نجمع الفلوس اللي قدامي دي عشرين زائد عشرين هيديني أربعين طيب أربعين جنيه؟ حط عليهم عشرة هيديني كام؟ هيديني خمسين جنيه يبقى عشان أعرف أوصل إلى عمود ألف بالعمود بي هعمل إيه سنة تانية لو متلغبت؟ هتجمع عادي عشرة زائد عشرة يديك عشرين يبقى أجمع الفلوس علشان أعرف أوصل إزاي سنة تانية تعالوا نشوف هنا معي كم جنيه؟ واحدة يبقى هنحط في خانة المئات واحد تعالوا نشوف بقى خانة العشرة نحط فيها كام؟ قدامي كم عشرة؟ واحد اتنين تلاتة أربعة إن اتفقت الخمسة والخمسة هيدوني عشرة جنيه يبقى معي أربعة في العشرة تعالوا نشوف الأحد واحد اتنين تلاتة يبقى معي واحد في خانة خانة المئات وأربعة في خانة العشرة وتلاتة في خانة الأحد يبقى الرقم اسمه 143 جنيه تعالوا نجمع معي 100 جنيه يبقى كده واحد في خانة المئات تعالوا نشوف في تلاتة مت جنيه ولا لأ خمسين زائد خمسين هيديني مية مية زائد مية يعني معي أين اتنين مية ومية يتحطوا في خانة المئات يعني 2 في خانة المئات تعالوا نشوف كده خانة العشرات اتفقنا 5 زاية 5 هيديني ايه؟ هيديني 10 يبقى هنحط ايه معي 5 عشرة؟ واحدة بس بقى في خانة العشرات نحط 1 وفي خانة المئات هنحط 2 طيب شايفين اي جنيه قدامك؟ مفيش ياميس يبقى نحط في الخانة الفاضية ايه؟ صفر يبقى نحط في الاحد صفر عشان مفيش اي جنيهات قدامك تعالوا نجمع مع بعض واحد اتنين تلاتة يبقى ثلاثة في خانة المئات تعالوا نشوف العشرات واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عشان خمسة زاية خمسة يديني 10 يبقى قدامي خمس عشرات وثلاثة في المئات طيب في جنيهات؟ برضو لا ياميس يبقى لاحد هيتساب ايه؟ فاضي؟ لا الخانة اللي ملاقيهاش رقم حط مكانها صفر شايفين الدرس سهل وبسيط ازاي سنة تانية؟ سهل وجميل خالص وبكده النهاردة نكون خلصنا اخر درس معانا هو النقود ترجمة نانسي قنقر